السلام عليكم كنت بنا تكونوا بخير على خير وبأحسن الأحوال مرحبا بكم في فيديو جديدة بقناة كوزين كوكينا كنبغي أولا نبارك جميع التلاميذ اللي ينجحوا سواء اللي في المستوى دي الباكالوريا أو اللي في المستويات الأخرى الإشهادية كمغين نقول لهم بروك والله يتصر أمركم تحققوا جميع أحلمكم إن شاء الله يا رب بهاد المونة السابح بتنشارك معاكم الوصفة دي الجج المحمر بجوش ديال الطرق مختلفين يعني الجج المحمر على البوطة و الجج المحمر اللي طيب الفران كي يجي رائع لديت بزاف على الطريقة ديالي بطبيعة الحل الطريقة اللي سهلة وسريعة كنتمنا تعجبكم هاد الوصفة وده بنخليكم مع المقادير طريقة التحديد بالنسبة لهذا الوصفة عندي هنا ثلاثة ديال الدجاجات اللي منقصولين بزيان بالحامض والملحة ومستقطرين بزيان هنحتاج عندي هنا البصلة البصلة البيضة تقريبا واحد كيلو ديال البصلة وعندي هنا قصبور مع دنوس الحامض عاصر الحامض بالنسبة للتوابل فانا عندي هنا التومة سكنجبير الخرقوم عواد القرفة البزار القرفة مطحونة الملحة والزع فران شعر هادو هما التوابل انا اللي هنستعمل بالشرمولة ديال الدجاج ديالي كيف ما كنقول لكم دائما انا كنشارك معاكم الطريقة ديالي انا انتوما كتسبوا لي وكتديروا الطريقة اللي كتعجبكم او اللي كتخصاروا الشرمولة اللي كتعجبكم بالتوابل اللي كتبغي بطبيعة الحل هنا هندير دوك توابل هنحطها الشرمولة اللي هنشرم اللي بها الدجاج هنضيف هنا كيف ما قلت لكم القصبور مع دنوس ونسيت قوع تل لب ديال الحامض المصير فانا تحنطهم في هاد القصبور مع دنوس كيف ما ممكن انا تحنوا معاهم حتى التوماترية يلا بغيتو كتديروا التوماترية القصبور مع دنوس اللب ديال الحامض المصير وكتحنوهم زيان في التحانة وكتضيفوهم هكا على التوابي ديالكم اللي هتشرملوا بهم الدجاج وضفت عسر الحامض وضفت هنا الماء بالنسبة الكيمية را كتبقى على الحساب التوماترية اللي هاتي تطيبو يعني اه الكمية كتبقى على حسابكم توماترية صف لانا هادية الشرمولة باش كنشرم التجاج هنخلطها مزيان ونحاول ندخلها مزيان في التجاج اه ما بين جلده واللحام نحاول اه يعني باش يجيني التجاج اللي منستم بزيان ومنضغمر على حق وطريقه كيف ما قلت لكم انا هاد جاج المحمر هنطيبو لكم على الجوش تطوروك ارا النتيجة كدي رائعة في الاخر كدي نفس الشي يعني را ما كيكون حتى شي فرق كيبقى ديك ساعة الاختيار على حسب كمتو ما جنو بغيتو اه بحل دبا الطريقة دي الفرران بالنسبة الناس الممساليين شي قابلو الدجاج على البوطة فانتو ما كتدخلوه للفرران ما كتخلي ويطيب على خاطره حتى كيوجد كيف ما ممكن انكم تستعملوا البوطة ما كين حتى مشكل كيبقى لكم الاختيار انا غير حبيت نشارك معاكم هاد جوجي للطرق هادي اه وصافي اه دبا هنحاول نشرم المزيان دجاج وهنخلي علاج واحد ساعة ولا ساعتين باشي تشرم المزيان عاد ندون تنطيبو كيف ما ممكن لكم انكم اه تخليوا حتى ليلة كاميلة اشتركوا في القناة موسيقى المشار ملنا دجاجينا مزيان فهنا هنهز واحد تيجي البروشيت او الا الكيوغضان او الا شيموس كنحاول ننطقبو مزيان هادي دجاجي لكم باش كيجي من السمو كتدخلو ديك العطرية مزيان وحتى في الطيب فهو كيطيب وكيكون مزيان وكنخليو علاج نب كيف ما قلت لكم المدة اه لما مناسبة بالنسبة لكم انا تقريبا خليت واحد ساعتين حتى كتشرم المزيان عدت هنا باش نطيبو هنهز جو جو ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججást نضيف الماء طيب أو المغلي نضيف الماء الطيب نضيف الماء الطيب نضيف البصلة نضيف البصلة ممكن أن تحكوها في الحكاكة وممكن أن تحكوها في الحكاكة يبقى لكم الاختيار نضيف الكمية على حسب عدد التجاج التي استعملتها وحتى على حسب أنتو لا تستطيع البصلة أما تكون كثيرة في الدخميرات أو لا هنا نضيف القياس ونضيف كمية لكي نضيف حمر في الفران نضيف بعض العوية القرفة السمن على الزبدة وممكن أن نضيف الماء الطيب لكي نضيف الحار لكي نضيف حتى شوية الهريسة يعني كي بقى لكم الاختيار بالنسبة للتوابل اللي هتضيفه في الدجاج ديالكم هنا هنضيف قياس واحد نسكاس ديال الزيت البلدية أو الزيت العود من الأفضل لأنه يعطي واحد نسمة اللي يزوينا بسف في الطبق ديال الجج المحمر سافي وهنخلي كل شيء العافية مهيلة أو لمطوسطة بالنسبة للطنجرة حاولوا أنكم لا تغطيوش عليها يعني كتخليوها شي شوية محلولة باش الدجاج جي لكم ما يتهرس لكم وكتخليو كي يطيب عن المهل مرة مرة كتحاولوا تحركوه وتقلبوه على جميع الجوانب باش يطيب من جميع الجوانب دياله هنا بدم ما حطيت على جنب هدوك الدجاجات يطيبو على البلطة هندوزو ده نوريكم الطريقة دي الدجاج المحمر في الفران اللي ساهل كنهزوه المول اللي هيدخل الفران كنديرو فيه الكيمياء ديال البصلة اللي هنستعملوه بنسبة لي نخليت غير هذه الكيمياء هدي حيث هنحطر معاكم غير الدجاجة وحدة هنضيف شوية ديالخرقوم يعني هنعود نضيف شوية ديالتوابل في ديال البصيلة والباقي ديالتوابل راها يحبطوا من الدجاج يعني حدي جا شرملناه مزيان هنضفت شوية ديالسكنجبير هنضيف طابعة الحال شوية ديالسمن كيف ما ممكن كيف ما قلت لكم الضيفو الزبدي اللي بغيتو هنضفت شوية ديالقرفة بالنسبة ل ذاك الدجاج اللي درنا في البوطة فانا اضفت فيه القرفة عود هادا اضفت فيه القرفة بودرة هنضيف الزيت البلدية قريبا ربع كاس ديالزيت البلدية حيث غير الدجاجة وحدة اللي هنطيبوهن سوف يوم هنخلط مزيان هادا التوابل هادو باش نسجموا معا ديك البصلة يوف ما كتلاحضوا معايا طريقة اللي ساهلة جدا بالنسبة للدجاج اللي كي تبفلوا فران ما كتحتاجوش انكم تضيفوه فيه الماء حيث بعد من اللي كتسدوه على اللمون ديالكم فديك الحرارة يعني ديك البصلة كتلقي الماء وما كيحتاجش هو تضيفوه له نهائية الماء يعني كتبغى في ذاك الماء اللي كي تلقي الدجاج وكتلقي البصلة بقي الدجاج اللي كي تبفوق البوطة او لف طنجرة بحكم كنخليو طنجرة محلولة عليها وممكن انكم تضيفوه الماء على حسب الدجاج يعني إلا استعملتوا الدجاج اللي صغير مثلا غا ديال كيلو او لكيلو نصرت قدروها ما تحتاجوش لطيفوليه الماء يعني كي تبغير في الماء اللي كتلقي البصلة وفقط إلا كنتوا قدرتوا الدجاج اللي شي شوية كبير يعني يخصوا بزف ديال الطيام إلا كنتوا ان المريقة ديالكم مكحات او لنشفات وترجي لكم باقي ما طيب شو فقط طيفوليش بيديل ما طيب او لغليان هنا اضافة الدجاجة كيف ما كاتلاحظوا معي وهنحاول نغلب مزيان اللي مودياني نبدأ اولا بورق الفرن عادها نضير عليه البابيا أليمينيو ندخلوا على الفرن لدرجة حرارة متين درجة يعني درجة حرارة متوسطة ونخليوا تقليبا واحد ساعة المقانة ونطلوا عليها واشطاب لنججنا ولا لغة من بعد ما طاب التجاج اللي درتنا على البوطة او لفط نجرة كيف ما قلت لكم مره مره هتقلبوا يعني هتقلبوا على الجامع الجواني بحتى كتحسو بيه بلي طاب مزيان عاد كتحيدوه من النجرة ديالكم هنا بنسبة للسلصة اللي بقاتلية او للدغميرة اللي بقاتلية هنضيف معا هنا شوية ديال الكبدة اللي سلقتها من قبل باش ما تكونش ليا ديال الكبدة زفرة يعني كنسلقوها من قبل قاعد كنضيفوها معا السوس هنضيفوها شوية ديال الزيتون البلدي كيف ما كاتلاحظو هو غلينا واحتي شوية في الماء باش ما يتلقش لنا الملوحة في الزب التغميرة ديالنا كنخليوا التغميرة ديالنا كبدا نحرقوها حتى كتوك حلينا وتنشف من الماء وتكون معللكة ووقفة في ادامها بالنسبة للدجاج اللي طيف الفرران بعد ما دا تتساعد مقانا كيف ما كاتلاحظو كيجي لها الشكل هادا كيجي طايب وحتى ديك اللاسوس اللي كيتلق تيارا كادي مضغمرة كنزيدو نحيدو الدجاج على جنبو كندهنوه بالزبدة وندخلوه للفرران يتحمر وكنديرو ديك اللاسوس كنعاودو نردوها للفرران بعد ما ضفنا لها الزيتون وكنضيفوه معا حتى الكبدا وكنردوها باش تهيك تضغمر لنا مزيان وكنحصلو على الصلصة ديال الدجاج المحمر كيف ما ديال الاعراس ودى المناسبات بالنسبة للدجاج انا كنفضل نديروه في الفرران دهنو بزبيطة ونديروه في الفرران يتحمر ممكن انكم تقليوه اللي بغيتو كيبقى لكم الاختيار هذا هو الدجاج المحمر اللي طيبنا فوق البوطة كيجي على هاد الشكل هادا كيجي رائع والديد وكنتمنى تجربوها الطريقة هادا فهي اكيد غادي تعجبكم وكيف ما لحظتم معايا فهي سهلة يعني ما فيهاش تعقيدات بزاف وهنا التجاجة اللي طيبنا فى الفرران راه نفس النتيجة نفس الماداق يعني اللي داقهم بجوج راه ما يفرقش بين هادا طيب فرران وهادا طيب فوق البوطة نتيجة واحدة كيف ما قلت لكم كيبقى الاختيار على حسبكم انتوما واش بغيتو تستعملوا الفرران او لا تستعملوا الطياب فوق البوطة وكنتمنى تعجبكم هادا الوصفة وبصحة والراحة وحتى كنتلقو فى وصفة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة